دكتور أسامة إذن أوكرانيا تواجه نوعين اثنين من المعارك الأول مرتبط بالمعارك الدائرة على الأرض ضد روسيا والثاني مرتبط بمعارك مواجهة الفساد الداخلي نستطيع القول أن أوكرانيا في وضع لا تحسد عليه كيف ترى المشهد؟ بداية نتحية لحضرتك والمشاهدين والضيوف في الكرام بالتأكيد أوكرانيا في موقف لا تحسد عليه والرئيس الأوكراني شخصيا في موقف لا يحسد عليه لأنه المعظم المتهمين في قضايا الفساد هم من الدائرة المقربة من الرئيس هم من الشخصيات المقربة من زيلينيسكي شخصيا وكانوا من الفريق الذي جاء به إلى سدة الحكم في 2019 إضافة إلى أن الرئيس زيلينيسكي نفسه كان من أشد المتعهدين بمحاربة الفساد وكان هذا التعهد أو هذه العودة الانتخابية واحدة من أبرز الاعتبارات التي أمنت له الحصول على غالبية في التصويت الانتخابي في 2019 وبالتالي عندما يواجه اليوم الرئيس زيلينيسكي هذه العناصر أو هذا التعدد في المسؤولين المتهمين بالفساد سواء في داخل الجيش الأوكراني أو في داخل الحكومة فبالتالي هو بالفعل في موقف لا يحسد عليه إذا ما أضفنا إلى ذلك أيضا أن هناك طيارات سياسية وأحزاب وقوة في الدول الغربية بدأت تنوء بالمساعدات المفتوحة لأوكرانيا وبالتالي المسألة ربما يمكن أن يكون لها تداعيات وامتدادات تتجاوز فكرة الإحراج السياسي الذي يواجهه الرئيس الأوكراني وتواجهه الحكومة الأوكرانية في زمن الحرب ولكن أيضا يمكن أن يكون لهذه القضية تبعات أخرى تبعات على المستوى الإقليمي على المستوى الدولي ربما تؤثر على الثقة في الممولين الغربيين والداعمين الغربيين للحكومة الأوكرانية خاصة أن هناك تقارير تتحدث عن أن حجم المساعدات المتوقع أن تحصل عليها أوكرانيا في 2023 قد يصل إلى 100 مليار دولار وهذا رقم ضخم في ظل أزمة مالية عالمية وفي ظل مشكلات اقتصادية تعانيها دول العالم ربما هذا يمنح أعتقد أنه سيكون مؤشر بالنسبة للقوة المناهضة لفكرة الدعم المفتوح لأوكرانيا لكي تبرر ضغطها على السلطات الحاكمة في معظم العواصم الغربية بأن تكون هناك إجراءات أكثر تشددا رقابة أكثر صرامة فيما يتعلق بالدعم المقدم لكييف وربما بعض الدول تراجع هذه المساعدات وترهنها أو تربطها بإجراءات للحاكمة أين ستذهب هذه المساعدات وكيف سيتم إنفقها وهل بالفعل تصل إلى الشعب الأوكراني وإلى القوات الأوكرانية أم يتم استخدامها في أغراض أخرى وبالتالي أتصور أنه بالفعل يمكن أن يكون لها امتدادات وتابعات سياسية قد تصل إلى بعض العواصم الغربية الدائمة لكييف